السؤال متى سيذبح المسيح الأعداء أو متى سيحاكم من الديان المسيح أليس المسيح بحسب كتابه هو الديان حكما مقصطا كمون فمن ومتى سيذبح المسيح متى سيذبح المسيح الأعداء أليس عند عودته فأنت على إيش قلقان عم تنشر تعاليم ضالة مزيفة كاذبة يعني الذبح مش اليوم لما برجع المسيح ممكن نقول هذه العبارة يعني بين صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية يعني ما في أي شغل ثاني مثل ما قال تاجر حتى آجي يعني بكلمات أخرى بارك المسيح وكافأ الأماني والاجتهاد أيوة نعم في يوم من الأيام منتظرا حتى توضع أعداء موطئا لقدمي فإذا السؤال متى سيحكم يسوع المسيح على الأعداء فإذا هذا لا يتعلق إلا عند رجوع المسيح يعني بكلمات أخرى لا حاجة أن تهتم بموضوع القتل الآن وإنك تنشر الضلالات ريلاكس ليس اليوم فالمسيح بعمر ما علم عن القتل والعنف القتل والعنف والمكر هو صفات الشيطان الشيطان اللي عاوز يدمر عاوز يقتل يحرد على القتال بعدين يعني سؤال انظر إلى روح القصة والتعليم الذي تستخرج منها هل حقيقة بيتكلم هون عن القتل ولا بيتكلم عن المحاسبة طبعا في محاسبة للكنيسة للأسف يعني كثير من المسيحين لازم يتحاسبوا على عدم أمانتهم عدم محبتهم عدم شهادتهم ففي محاسبة للكنيسة ولكن من ناحية تاني مكتوب في دينونة المسيح لليهود وهي الدينونة تمت تم الخراب خراب أورشاليم بعد 37 سنة من موت المسيح دمر الهيكل تدمير كامل شامل دمرت أورشاليم ثم دمرت في سنة 132 على يد هيدريان يعني حرتها وغيرها وغير معالمها فإذا أحبائي تمت نبوة المسيح وفعلا عندما تقرأ المؤرخ يوسيفوس والكتابات الأخرى المؤرخين عن كيفية الذبح والقتل والمعاملة القاسية وما حدث في أورشاليم تشعر لها الأبدان وكأن المسيح بيتكلم عن نبوة وتمت هذه النبوة شيء آخر أحبائي دينونة المسيح لليهود يعني لاحظ الكلام في كورونتوس 15 آية 25 لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه فإذن على المؤمن أن يعمل بين رحيل المسيح ومجيءه الثاني ولكن ماذا حدث عند المحاكمة محاكمة يسوع المسيح مع أنه بيلاتوس كان عاوز يطلقه مع أنه هيرودوس أنتيباس ما شافش أي علة ولا هيرودوس ولا زوجة هيرودوس مع كل هذا قالوا اصلبه اصلبه وعندما رأوا الضغط من بيلاتوس أنه لم أجد علة مسكو بيلاتوس على الوطر الحساس وقالوا يعني لبيلاتوس رفضوا هذا الشريف الجنس يسوع لم يقبلوه ملكا عليه مكتوب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه فإذا اليهود أو المعظم الأغلبية لم تقبل يسوع المسيح والشيء الثاني أبغضوا بلا سبب لكي تتم الكلمة المكتوبة في نموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب اشتركوا في القناة